طيب ده كان مهم جدا أن احنا نتكلم عن الانتخابات. النهاردة أعلن بيتسو موسماني. أيضا المدير طبعا المدير الفني للنادي الأهلي. قائمة الفريق استعدادا لمباراة سموحة بكرة إن شاء الله. زي ما اتفقت مع حضراتكم. أن بكرة هي نهاية المرحلة التانية في الدوري العام المصري الأولى. كانت أول مرحلة الأولى. كسبنا الثلاث مباريات الأولى وأخدنا تسع نقاط. أما بالنسبة للمرحلة التانية. تنتهي غدا بمباراة سموحة إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكون خدنا التسع نقاط التانية. وبالتالي نصل للنقطة 18 يا رب إن شاء الله بكرة مع القائمة اللي أمام حضراتكم. محمد الشيناوي علي لطفي. مصطفى شبير ياسر إبراهيم رامي ربيع حمد فتحي أيمن أشرف بدر بنون. ثم محمد هاني وحسين الشحات وإليو ديانج ومحمد مجد أفشا وبرستاو. وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وعودة طاهر محمد طاهر. وكريم فؤاد ولويس ميكي سوني ووليد سليمان وأحمد عبد القادر وعمار حمدي ومحمد شريف. هي دي القائمة إن شاء الله اللي بيستعد بها بيتسو موسماني لملاقات نادي سموحة في المباراة. اللي بيقودها تحكمية لحيها كابتن محمود البنة حكما للساحة. وكابتن هاني خيري وكابتن محمد محمود حكام مساعدين. وكابتن محمود الدسوئي حكما لألفار. وكابتن هشام الدسوئي حكما لألفار. دي طبعا تاقم التحكيم لهذه المباراة. مش هتكلم أنا على تاقم التحكيم ولا هتكلم وأقول. يعني بسم الله إن شاء الله الدنيا ماشية كويسة. الأمور ماشية بشكل جيد. هناك بعض الأخطاء. دايما الناس تقول لي إسلام أنت بتوحض تتكلم على التحكيم حتى وإحنا كسبانين أو حتى وإنتوا كسبانين. أقول له أيها لأنه أنا في الآخر أنا عايز عدالة تحكيمية. هو أنا بدل مكسب واحد. طب ما نكسب اتنين وثلاثة واربعة وخمسة. بدل مكسب خمسة أكسب ستة وسبعة وثمانية وتسعة. ليه لا؟ ليه لا؟ هو دايما ده شغف جمهور النادي الأهلي. والنادي الأهلي عايز كده دايما. فمن فضل حضراتكم خلينا دايما كحكام. أنا بتكلم على الحكام. منظومة التحكيم بالكامل هي تحتاج بالفعل إلى المسندة وتحتاج إلى التطوير. كابتل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تكلم في هذا الأمر. وقال أن كلنا بنساند منظومة التحكيم. ولكن في نفس الوقت احنا بننتظر منهم أعلى تركيز. هو ده اللي احنا عايزينه. عايزين العدالة التحكيمية تكون موجودة في كل المباريات من فضل حضراتكم. تاني للمرة المليون ولمرة العشرين مليون. لو النادي الأهلي عليه راكل الجزاء محتسبة. وروحت حضراتك شفتها في الفار ولقيتها راكل الجزاء احسبها. فيش مشكلة. لكن لو النادي الأهلي له راكل الجزاء من فضل حضرتك روح للفار وشوفها وحسبها. لو هي راكل الجزاء. هو ده اللي احنا بنطلبه. هو اللي كان بيحصل فينا خلال الفترة اللي فاتت. مش عايزة أقول بقى الكابتن محمود البنة كان بيعمل ايه والكابتن. مش عايزة عودة أتكلم في القديم. خلينا دايما نتكلم في الجديد. ونتكلم عن التطوير. ونتكلم على شكل الحكام خلال الفترة اللي جاية. ونتكلم على شكل الدوري خلال الفترة اللي جاية. عايزين المعيار يكون دايما معيار واحد. مش عشرين ألف معيار للنادي الأهلي ما تروحش تشوف الفار. والأي نادي تاني تروح تشوف الفار. ده فيه أندية كل ماتش بتحسب لها راكل الجزاء. كل ماتش. كل ماتش بتحسب لك راكل الجزاء. فهي حاجة غريب ماشي صحيحة أو. يعني اللي أنا عايزة أقوله. زي ما بتطبق المعايير على كل الأندية على السبعتاشر نادي. من فضل حضرتك. طبق المعايير على النادي الأهلي. إذا كان هناك راكل الجزاء. احسبها. كرة عدة خط الجون وجون. احسبها جون. رح شوفها في الفار. موضوع بسيط. رح شوفها بس في الفار. هو ده اللي احنا بنطلبه. نحنا نشوف الحكام بتعتمد معيار واحد لكل الفرق. للتمنتاشر فريق. مش لفريق واحد بس. أو لسبعتاشر فريق وفريق واحد. لا. هو ده اللي احنا عايزينه. وهو ده دايما اللي بنتكلم بي. ولكن. مساندة دائمة وواجبة لكل الحكام والتحكيم المصري. وهو ده دايما اللي حنفضل نقوله. إذا كنا بننتقد. لا ننتقد أشخاص. ولكن ننتقد أداء هؤلاء الأشخاص. ننتقد أداء. كابتن عصام عبد الفتاح. ولكن لا أنتقد شخص كابتن عصام عبد الفتاح. أنتقد أداء كابتن محمود البنة مثلا. ولكن لا أنتقد شخص كابتن محمود البنة. عشان كده أنا بقول لحضراتكم. دايما بنبقى قاعدين حاطين إيدانا على قلبنا. فريقنا بيبقى كويس. بس ممكن مثلا الكرة معندانا مش عايزة تخش هدف. ممكن تكسب بركل الجزاء صحيحة. ممكن تكسب بفاول لم يحتسب. ولكن المفروض أنه كان يحتسب تطلع بكرة ثابتة. حاجات كتيرة جدا دايما بننتظرها. لأنه في النهاية عندما تطبق المعايير على الجميع. تطبق معايير العدالة على الجميع. ما حدش بيتدايق. وما حدش بيتكلم. وما حدش بيزعل. زي ما حضراتكم شفتوا. رأس النادي الأهلي. رئيس النادي الأهلي مبارح. هو بيتكلم. قال نحن كل الدعم للتحكيم المصري. كل الدعم للتحكيم المصري. وبالمناسبة أكتر نادي وقف مع التحكيم المصري والنادي الأهلي. أكتر نادي وقف مع التحكيم المصري. من خلال بيانات رسمية صادرة من مجلس إدارة النادي الأهلي. مش من كلام من هنا ولا من. لا. كلام صادر أو بيانات رسمية صادرة من مجلس إدارة النادي الأهلي. ولكن أكتر ناس اضرت. أخيرها السنة اللي فاتت. افتكر. أنا بس ما بحبش أفضل أرجع لللي فات. لكن نفتكر برضو إيه اللي حصل في النادي الأهلي وكمية النقاط اللي فقدها النادي الأهلي السنة اللي فاتت علشان أخطاء يعني ألف به تحكيم ألف به تحكيم مش عايزين نرجع للسنة اللي فاتت لأن الحقيقة السنة دي حلوة في كل شيء حلوة في كل شيء الحقيقة نقل تلفزيوني وكذا 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 وكل حاجة حلوة ولكن لا ينقصها إلا إن شاء الله إن شاء الله تطور التحكيم خلال الفترة القادمة وإن شاء الله ده يكون على يد الكابتن عصام عبد الفتاح اللي كلنا ثقة فيه وعارفين قد إيه إن هو عايز يبزي المجهود خلال الفترة اللي جاية علشان يطور التحكيم ولكن احنا كل اللي محتاجينه نحنا نسرع في هذا التطوير شوية علشان مش كل حاجة تيجي على النادي الأهلي لأن كل اللي بيأخذ الموضوع أو اللي بيأخذ كده هو النادي الأهلي هو اللي بيفقد نقاطه ويقولك معلش يصل الحكم أخطأ معلش يصله كذا أصلا في احتواء هذه المرة أصلا المرة دي مش عارف فيها إيه فمن فضل حضراتكم عايزين المنظومة تجري أسرع منظومة التحكيم تجري مع اللي بيحصل واللي شايفينه من نقل ومن تطور حتى فيه أداء الفرق كلها الحقيقة فيه تطور رائع جدا كلنا مبسوطين وإحنا بنقعد نتفرج على الدوري العام المصري هذا الموسم يعني كلنا عايزين نتفرج عليه ومش عايزينه يقف يعني عايزين نقعد نتفرج على الدوري المصري برضو خلال الفترة على طول مش عايزينه يقف يعني لكن في النهاية عندك ارتباطات دولية يجب أن تتم وبالتالي إن شاء الله بكرة تبقى مباراة جيدة بكل المعايير وبكل الأمور اللي حوالين الموضوع قائمة اختارها بيتسو موسيماني كلنا كجمهور في ظهر بيتسو موسيماني إن شاء الله بكرة يستطيع أن يضع التشكيل المناسبة من وجهة نظر بيتسو موسيماني ويقول لنا وإن شاء الله بعد نهاية المباراة نهني جمهور النادي الأهلي إن شاء الله على الفوز بالانتصار السادس يا رب على التوالي